موسيقى موسيقى قل لي قبلها موسيقى عملت فيها من يزلة عطيتها سيد رحيم وسيد رحيم نظهر في علم وذك عليش لا فقهيلي نيتو يكشفني علم خبي هو فهم هيلك ولا انتي فهمتها واحدة فهمتها واحدة أنا ما رأيتها بعد عن ويزلة بترتاحنا هيرين ولا ثلاثة ومزيدتها عمرها ماش من راحي يا ولتعمي موسيقى موسيقى تحبني يقول لك يا هامي غذيفي خاطر معامي شاكيني مشي برد في وجوه بعض ارمانتو ما عندي ما قولة ما في المرستانة ام واخت بايت اللي يقولك ايية انا ما خليتهي شي بيت في المرستانة واني شبته بعضان شعلينة وقلي فماش كون سمع ولا شدش يكيل يدو في المخلة شنوه مخلة وشنوه اسامعه غاسم تكذبش علمك عني في بالي منوينك وقاتله الغرزة ما عتتهو حمودة في بالي قاعدت كان خالتك مسكينة على عميها حتى الزبيدة والله ما سمعتها شبش نقول لها الطفل راه وبوك ماخد حافسية بالسرقة وحال دار وجايب منها صغيرة عمي شاكير عنده صغير من حافسية وح يا خي مش هذيك الهدرة لا يا لحتي انت دارك عامرة وين كبرت علي عندك محمد القاسم وعطيتك الزبيدة يكام الحمودة اخي هو في دار برينية ما قلتش هذي الله أختي زيد انت قللين هادو طولو هو وهاو في الدريبة ولا في الزيتون بيلي هالغليلة كان يمشي علي ويجي توليت نبوم واحد في دارنا والخضين حتى شاكير ولا دي ما يسفروني ربي وفي الحصن واسع بيل كنتي سبارت سبارت خليه يكملها جميع بحثين قلتش منه صبر الله أختي شوف يا حسينة انا محبيتش نشبذلك مقبل قلت خلي الأمر يستراح ومنه طفلي بارد وجوه وانا نعمل رأي في الهدرة هادرت شنو اللغتي ينا عرسول تي هو قال عرس وانا قتله ليه سيدي اخويا مش هذي الهدرة يا شاكير حمودة رأسه كاسح شوية ونخاف كان لزوله أكثر من لازم يشفل المزيد فاهمها كيفية سيدي اخويا العصفور بشي ولي زقق بوه ولا هو بشي وريني كيفاش نصير في الدنيتي حمودة مهوش كيف ما قاسم بالزيل مهوش فاهم الدنيا كيفاش ماشي في بيله الخير اللي احنا فيه جاي من بابل قاسم يتسمى تكردغ على حمود المرض المدسة الحربية وولدك كان من دار الزيتونة من زيتونة للدار وكان اخليت يقعدش مرة بعد قداش في قهوة الترك وراسه مليان بحديث الشيوخ وقرأت الكتب ولمحلل ولمحرم ما كانت يسيد اخويا قتليش كان عليك ان يقرأ في الزيتونة هاكا جات في راسي انا ولا يحلل ويحرم علي اش يامنا في هذا تو خلينا في هدرة العرس اخي هو جبتلك على العرسه الحق هو لي اما انا حط يتهيله الهدرة في راسه وشوية خالته والله يا عيت نيجين في جرته يا ولدي عرس لين الريق شيح وانديد وماخدين حارة خليت نيجين كامل معك الكلمتين تو تفضل كامل انا قلت على عينين ناخدوله محل قريب يلقب عيلتنا وانسكنو كيفاش اخويا ضربوه محلوله وكلبها ينبح وهو يخرج يسكنه مع البراينية يما خير يا شاكير ولا يخرج من داربوه بلا شعرسه نقعد المضغف في فم اليسوي وليما يسويش ولا خليني نخرجه قاضي البرام الحاضر نتشاورنا وحسينا ونشوفه بنته شكون ناخدوله انت يا حمودة في مقام الولد اللي مرزقنيش به المولى عز وجل تلك مشيئته وأنا راضي باللعطاني ما جبت كان لبنات والصغرة لها من العمر سبعتاشنا عام سيدي وانت منيلك بهذا يا حمودة اللي ينوي نسب عائلها موليزم يسأل سيدي وش قالولك على عائلتنا يا سيدي القاضي وانا سألت ونيدي نعرف اذا كان عندك بنايا في سن الزواج ولا شوف يا حمودة يا ولدي مشي نحطك احديث مانيش مشي نعاون نتحدث فيه معاك مر اخرى وعلى الساسو نحب نقولك على رأي بش انت زادت عمل رأي وتعرف عليش قادم ينزمك تعرف انه ما عندي حتى حظوة لدى سيدنا بل بالعكس لو كان مجيتش قاضي حنفي رأوا حتى خطة القضان حهالي من هكذا العام هذا كلنا عرفوا سيدي رحيم وانا غايتي نسب عائلة فاضلة وهل فاتحت اهلك في الامر ما زلت سيدي ملا يا سيدي شاور عائلتك وعمل رأي ومحناش بعاد على بعضنا بقي ماعطيتنيش كلمة سيدي رحيم انا تمنيتك ولدي وما ظهر لي كان بو يبخل على ولده وبحاجة في مقدوره يا سيدي فاتح اهلك في الامر وقل لي وانا ما خيرش عليك سيدي خير الدين تفضل ودخل قيل ماخر فيقطبش ما شططش الليلة يخيهاك تشوف سيدي ملا هذا نعملونه محلف الليل يخرش يهم مادموينش تعقبات اليالي ونخلصوه بتحلوة بره تترك قالا لا يناحيك سيدي انا غايظني وليدي اللي اللحنانة هذي ما شافها من حد قبل شوف عربية ماهيش اللحنانة هذي تعمل الرجال انا وقت اللي هزوني من البرة اللي تولدت فيه كنت عمري مش بعيدة على عمر القاسم وحد ما مساحل على الراسي ولا قل اللي وطف عليك صحيح ساعات غيني روحي كي نتذكر حاجات ونكذب عليك لو كان نقول لك محبتي القاسم ماش مربوطة بالصغر السعيب متاعي خاطر يذكرني في روحي اما هاتوا هكتشوف انا والترك الكلي اللي جابونا اخطائي على الحم ولينا رجال نخدموا في بلادنا ونخدموا في سيدنا وقاسم اكيك ان شاء الله وانا قلت لك قاسم بيش نقريه ونوصلك هينو والدي ربي خليك سيدي ويعلي مقامك شكو قالك الهدرة يا لك الثوم شوف يا خيار الدين انتي رك في مقام عالي ومكش من ايو هالناس ولي في منصبك طرف نفس اللي يخرج يعمل عليه عسيس وان شاء الله ما عندي ما نخبي يا لك الثوم الهدرة وما فيها الولايدي تيم ملبو ومزولي عايشة عندي في اسرائيل وانا لي تم موج غريب علي عرفت وانا تقريب في عمر هو كي جي تشوف من جهة السياسة وزير يعمل خير على عينين حاجة هيلة يا خيار الدين اما راه مش اللي يشوف الكل نيتو صافيا ويفهم الخير في بقعتو فرحت صغير وهزيت قلبهم وانا ذا كليهم انا نبهتك جنت صغيرة ومحبتك في قلبها كبيرة وهدرك في هذي ماش تشايشة تزها وتحطها وما شعينا في هذ الكل خينا في لي بيه العمدة انا مراي نعجله في العرس اش قولك هاي انا ما عندي من حاضر انتي تقول نعرفه لاني وانا حاضر انا مراي راس الشهر وقت مناسب وما دم الفرح بشي تنفيس رايتنا طويل حركة عنا مهيش عندك الله يبارك لك الثوم اللي دراها صالح موسيقى للا للا سيدي خير دين ساني عليك مرة اخرى ايشان قوله طيب قوله ما تحبش تشوفك لو ايدي هادرة تحلها في هالوقت يا سيدي مصطفى يخي وقتش نشوفك انا انا نحكي معاك مهم الليل الليل تينا من الغلبة كنت جايتك للصراي الله الله يخي جاتك شوية لحكي يا بنتك سعدها تكب لا تكب لشي مادام الطفلة ما زالت عنا في الدار ما صرحت شي هم انت يلا كثوم تحبتك بير بهداري ملا تفصلنا مادام بنتنا عنا ما زالت في الدار طولي تعايت له سي خير الدين وتقوله ربي سمعنا لبعضنا علم الخير موش اشكرته خير الدين وقلت لي خير من ولد فلان وخير من ولد فلتان بربي شون تحبني نقول بنتك اللي يجي يخطبها تقول لي نخليها تطفر الشي ولا لسقولها غلبة قتلك منه نخلق مو هذي كم القرية وحلل العينين موش تحبني نقوله الراجل لنا دهو يا سيدي مستر اناش قاعدة نقول لك مصباح الراجل اللي اعطيته بنتنا عاشق في الخديمة متاعه وعايش معاها ومعادي صهريته كان في بيتها وزيت جايب منها طفل وتقولي اش بش نقوله انتي طارفني خير الدين انا ما نحبوش يسر وهو كيف كيف اما يظهر لي الهدرة مجد على حد الراجل بلع بكيتها وهيته مش تعشي هذا ايهاو طلع متاع هيده اش نعملولو نعطيوه بنتنا تي نحنا لعملنا لعرس لصداق وقعدنا فضيحة ما فماش ميعاد ما نمشيلوش ما تتنصبش الحكاية اشقالك اشقال عليك جانت بش تدخل على ضره وربيب والضره خديمة تي منيش لقي وين حط وجهيين باهي لك كل ذو فهمتك اخدوا يا مرة بالليلة مولا بي سيدي مصفى قالوا لي امر اكيد اي اكيد يبالي بش نشوفك في الصراعي اخي صباح 8 درجة اش فهمة سيدي مصفى بش ارجعلك الاقتيعات اللي جبتهم البنتنا جنات عليش اش صار شوف والدي الماخ ذا مكتوب والمكتوب ما كتبش انا بينكم هي اخترتني وان اخترتها مايش حكاية مكتوب سيدي مصفى اذي اخترتك واخترتها ما عاش تقولها وبش نعمل روحي مسمعتاش شوف احسبني كيف بوك اللي حبي يتسرب يا يتسرب عالجيب القدير يا مش لازم مش يتسرب بخديمة بش طيح له قدره اش دي الحكاية الحكاية فحت والحاضرة الكل سمعت وانا بنتي ديامونتا في القتن مندخلش عليها ضرة وربيب شكون الضرة وشكون الربيب سيدي مصفى باش تحب نحلفلك دي الحكاية مفامة منها شي موش حكاية حلفان تنجم تكون صادق سيلا ميرالاي اما انا ما عايش بنتي في الشك والقيل والقال موسيقى موسيقى صابحة الصحاحة صابحة الصحاحة الصحاحة صابحة الصحاحة الصحاحة دي دو شنا بدو ولى حكو الفضة اليوم الفضة لنحه ووح علي؟ هاو قال لكم مالي العرص وصلهم ليسي خيرا ديم ما يخذ خديمة و جايب منها غشي ما في بالكش السكر مرتومك يحشم شكوون؟ شكوون هلي بيشد عين البيب؟ صباحية حل إن شاء الله خير مولابيث؟ المرأة عربية وولدها قاسم عندك؟ شكوون عربية؟ شكوون قاسم؟ نعرفوك تعرفهم بعثنا الأمير علي خير الدين آه نعرفهم ما من غير دخلت بعضي يخيه مش تسكن عندوه؟ شنو لي صار؟ اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة